موسيقى نشرة اخبارية مفصلة من راديو وقناة يمن شباب نبدأها بالعناوين قوات الجيش تتقدم في حرد ومصرع عشرات الحوثيين في معارك وغارات لتحالف موسيقى امطار وسيول غزيرة في المكلة تعرقل حركة المرور والرئاسة والحكومة توجهان بتشكيل لجان طوارئ لمواجهة الاعصير موسيقى وتظاهر حاشدة في تعز تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بجرائم الاحتلال في غزة موسيقى من العناوين الى التفاصيل حياكم الله غادرت قوات اماراتية جزيرة سوق قطرة وذلك بعد ايام من التوصل الى حل للتوتر الذي اندلع بين الامارات والحكومة اليمنية وافد مصدر محلي في جزيرة سوق قطرة الواقعة في المحيط الهندي ان القوات الاماراتية بمدرعاتها ودباباتها غادرت على مكة ثلاث طائرات شحن عسكرية من مطار الجزيرة هذا وكانت قوات عسكرية وصلت من ابو ضبي الى مطار الجزيرة مطلع الشهر الجاري بعد يوم من وصول رئيس الحكومة احمد بن دغر الى مدينة حديبو مركز الجزيرة هذا واشر المصدر الى تبقي ثلاث مدرعات ودبابة في مطار المدينة الذي تسلمته القوات الحكومية عقب الاتفاق الذي جرى بسحب تلك القوات واجاءت هذه المغادرة بعد تدخل سعودي عبر لجنة عسكرية قضى بمغادرة القوات الاماراتية مطار وميناء الجزيرة استجابة لدعوة الحكومة الشرعية وكانت اليمن قدمت عبر مندوبها شكوى رسمية لمجلس الامن حول تواجد قوات اماراتية في ارخبيل سوق قطرة بدون تنصيق مع الحكومة الشرعية وجه الرئيس عبدربو منصور هادي محافظ حضر موتى اللواء فرج البحسني بحصر وتقييم الاضرار الناتجة عن تداعيات الاعصار الذي ضرب المحافظات الساحلية وتقديم المساعدات العاجلة للمتضررين وتشكيل لجنة لمتابعة وتقييم مجمل الاضرار هذا واشاد هادي بالجهود التي بذلتها السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة بالتعاون المجتمعي في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة العوارض الطبيعية من جانبه عبر المحافظة البحسني عن شكره الرئيس لمتابعته الحتيثة واهتمامه الذي يوليه لمحافظة حضر موت كغيرها من محافظات الوطن ووقوفه الدائم على اوضاعها في السراء والضراء لملامسة هموم ابنائها والوقوف على احتياجاتهم الاغاثية ومتطلباتهم العاجلة هذا وكان وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للاغاثة عبد الرقيب فتح وجه محافظي المحافظات الساحلية برفع حالة الاستعداد وتشكيل لجانا طارئة والتأهب لمواجهة الاخطار التي قد تتعرض لها تلك المحافظات وذلك لنتيجة الامطار الغزيرة والفيضانات خلال الايام القادمة وطالب فتح منصقة شؤون الاغاثية والانسانية في اليمن لزا جراندي بتنسيق مع المنظمات الاممية الاغاثية العاملة في اليمن ومع الحكومة الشرعية في تقديم الاحتياجات النازمة وارسال الفرق الاغاثية والانسانية والطبية لتقديم المساعدات الاغاثية والانسانية لأهالي هذه المحافظات كما دعا وزير الادارة المحلية مساعد الامين العام للأمم المتحدة للشؤون الإغاثية والإنسانية مارك لوكوك بتوجيه المنظمات المختصة بمراقبة الشواطئ اليمنية وإصدار توجيهات للأجهزة المختصة التابعة للأمم المتحدة لتقييم الوضع في الشواطئ اليمنية واتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ السكان وإغاثتهم وتوجيه السفن والصيادين باتخاذ الاحتياطات وتجنب الأخطار والتوجيه للمنظمات ذات العلاقة باتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لمواجهة كافة الأخطار هذا وكانت قيادة مصلحة خفر السواحل أعلنت الجهزية القصوى لفرق الإنقاذ تابعة لها تحسبا للإعصار القادم من المحيط الهندي وأوضح أيضا اللواء خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل بأن المصلحة ستكون على درجة عالية من الاستعداد اعتبارا من اليوم لمدة ثلاثة أيام تحسبا لأي طارق ووجهت مصلحة خفر السواحل نداء إلى جميع المواطنين وربابنة السفن والصيادين بأخذ المحيطة والحذر وعدم ارتياد البحر أو الإبحار في ظل سوء الأحوال الجوية والبحرية السائدة شهدت مدن الساحل الشرقي ومن بينها مدينة المكلة أمطارا غزيرة وتدفق للسيول تحت تأثير العاصفة المدارية سجارة هذا وكانت الأرصاد حثرت من تأثيرات عاصفة مدارية على السواحل اليمنية الجنوبية والشرقية لليمن التفاصيل الأوفى في هذا التقرير فلنتابع هكذا تبدو مدينة المكلة بعد أن شهدت ليلة غزيرة الأمطار جراء المنخفض الجوي الذي تنبأت مراكز الإرصاد أن يضرب مناطق ساحل حضرموت مع بقية سواحل جنوب الجزيرة العربية الأمطار التي بدأت خفيفة سرعان ما تضاعفت وتيرة هطولها مستحبة رياحا شرقية غربية لتتحول أي الأمطار إلى غشاوة حجبة الرؤية عن سائق السيارات مما اضطر بعضهم إلى التوقف جانبا المنخفض تطور من الطراب إلى منخفض مداري عميق وبدوره ضرب السواحل وننفي المبالغات التي تنشرحها لأنها تحول إلى عصار أو إلى عاصفة مدارية وكانت شدة الأمطار شديدة جدا مع تصحبها رياح بـ 33 عقدة الآن الأجواء والأمطار ستنخفض خلال يومين القادمين في استياق ذاته كانت غرفة الإرصاد الجوية والإنذار المبكر بديوان محافظة حضرموت وبناء على تحاليل معطيات الأقمار الصناعية أطلقت في توقيت سابق تحذيرات للمواطنين باتخاذ احتياطاتهم جراء أي تقلب مفاجئ لأحوال الطقص ونبهت الصيادين إلى عدم الإبحار لمدة 72 ساعة القادمة تم توجيه نداء لكل المواطنين في المديرية أيضا نداء بالترفع من الوديان ومجاري السيول ونداء أيضا بأخذ الحيطة والحذر لكل المنخفض ما زال مستمر والحمد لله نقول إن شاء الله نحن نتابع هذه الحالة أول بأول لدينا بعض الأخوة المختصين يعطون كل المعلومات وغرفة عمليات في حالة تستمرارها أول بأول لهذه الحالة أو المنخفض الجوي هطول أمطار بكميات كهذه جعلت العديدين ينتقدون إهمال السلطات المحلية بالمحافظة ويحملونها مسؤولية عدم إيجاد حلول جذرية لمشكلة تراكم مياه الأمطار والتي بتراكمها دون تصريف مباشر تؤدي إلى تفشي الأمراض والأوبئة معتز النقيب لقناة يمن شباب المكلة بعد إطلاق عملية جديدة لتحرير المديرية تمكنت قوات الجيش الوطني من تحرير مواقع جديدة في جبهة حرد بمحافظة حجة وقلت مصادر عسكرية للمركز الإعلامي لقوات المسلحة إن قوات الجيش مسنودة بمقاتلات التحالف تمكنت في عملية عسكرية نوعية من تحرير السرداح والمجروب والمعاين وجبل الدراع وأجزاء واسعة من جبل النار الاستراتيجي بمديرية حرد هذا وفقا للمصدر فقد تكبدت الميليشيات الانقلابية خسائر بشرية ومادية كبيرة في ظل انهيارات واسعة في صفوفها مضيفة أن التقدم لازال مستمرا وأن الأيام القادمة ستشهد انتصارات كبيرة توفي المصور الصحفي عن أبو الحياة متأثرا بإصابته أو بإصابته نتيجة انفجار عبوة ناسفة في محافظة الحديدة وأصيب أبو الحياة بانفجار عبوة ناسفة وهو برفقة القيادي في المقاومة الشعبية حسن دوبلا أثناء مرورهم بسيارة بين مديريتي حيس والخوخة شرق الحديدة وذلك في الثالث من مايو الجاري وكان الصحفي علي أبو الحياة الناجي الوحيد في الانفجار وأصيب بحروق متفرقة في جسمه وكسور ونقل على إثرها إلى العاصمة المؤقتة عدن ليتم بعده نقله إلى العاصمة المصرية القاهرة لتلقي العلاج إلى أنه فارق الحياة أكد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح صعي القيادة والحكومة الشرعية لتحرير كل الأرض اليمنية من الميليشيات الانقلابية المدعومة من إيران وأشهد الفريق محسن خلال اتصال هاتفي أجراه بمحافظة الحديدة الحسن علي طاهر بتضحيات الجيش وعلى أيضا ما يسيطر من ملاحم خالدة في سبيل استكمال تحرير المحافظة مثمنا الدور الكبير لدول التحالف العربي وأجهدهم الكبيرة في مساندة اليمنيين للتخلص من مؤامرات المشروع الإيراني من جهته أطلع المحافظة نائب الرئيس على سير المعارك والانتصارات الكبيرة والمتسارعة التي تحققها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في معارك الساحل الغربي وأيضا الأوضاع الإنسانية والخدمات في المناطق المحررة إلى ذلك أعلن مدير عام مديرية ميدي العقيد علي سراج أن عملية إعادة الإعمار للمدينة التي دمرتها حرب ميليشيا الحوثي الإيرانية ستبدأ في القريب العاجل ودع العقيد سراج الذي باشر مهامه بزيارة تفقدية إلى أحياء المدينة المدمرة ومناؤها الأهالي إلى العودة لمنازلهم بعد تطهير كامل المدينة من الألغام والمتفجرات هذا وعين محافظ محافظة الحجة اللواء الركن عبد الكريم السنيني العقيد علي سراج مديرا عاما لمديرية ميدي بعد أيام قليلة من تحريرها كخطوة أولى لإرساء دعائم السلطة الشرعية في المناطق المحررة في عندنا خطة إن شاء الله تكون في القريب العاجل لإعادة إعمار المديرية لما خلفته من دمار الميليشيا وبدعم من الأخوة الأشقة فسوف يكون إعادة الإعمار في أسرع وقت ممكن في أسرع وقت ممكن وبعدها إن شاء الله سوف يكون استدعاء الأخوة المواطنين للعودة إلى قراءهم أمنين محصنين من أي شيء دعا رئيس الوزراء أحمد عبد بن دغر المجتمع الدولي للضغط على إيران في حال أراد أن تدعى ميليشيا الحوثي الإيرانية لتسليم سلاحها والانسحاب من المدن التي لازلت تحت سيطرتها وقال بن دغر خلال لقائه في الرياضة السفير البريطاني لدى اليمن إن استمرار مغامرة ميليشيا الحوثي ورفضها تنفيذ مرجعيات الحل السياسي ليس بإرادتها وإنما هي وكيل لمشروعي إقليمي وأيضا أجندة يقف وراءها بوضوح النظام الإيراني هذا وأضاف رئيس الوزراء أن طريق السلام واضح ومعروف ولا خلاف عليه محليا وإقليميا ودوليا لكن ذلك يصطدم دائما بتعنط ورفض ميليشيا الحوثي التي انقلبت بقوة السلاح وبدعم أيضا إيران على السلطة الشرعية والإرادة الشعبية وتستمر في مغامرتها بدماء وحياة اليمنيين رغم أنها أصبحت في أضعف حالتها والخناخ يضيق عليها يوما بعد آخر وأجدد بن دغر تأكيد على حرص الحكومة الشرعية وموقفها الثابت في التعاطي الإيجابي مع كل الجهود المبدولة لتحقيق السلام الشامل والعادل وحق ندماء اليمنيين بدوره أكد السفير البريطاني أن بلاده ستقدم كل الدعم اللازم لإنجاح السلام في اليمن ومساندتها لجهود الحكومة الشرعية في تطبيع الأوضاع وتخفيف معاناة اليمنيين قتل مدني على الأقل وصب آخر في محافظة لحق إثر انفجار صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي الإيرانية واستهدف تجمعا سكانيا في محافظة لحق وقالت مصادر مطلعة أن الصاروخ سقط في قرية تدعى الدكيم بمحافظة لحق مما أدى إلى مقتل مواطن يدعى عبود الخويري فيما أصيب شخص آخر كان بداخل سيارته وأفادت المصادر أن الميليشيات الحوثية أطلقت الصاروخ باتجاه قاعدة العند الجوية إلى أنه سقط بالقرب من أحد القرى السكانية الصاروخ سقط أيضا بالقرب من قرية الدكيم وأتزامن سقوطه مع مرور سيارة تقل مواطنين ومواشي استشهد مدني في قصف بالأسلحة المتوسطة شنته ميليشيا الحوثي الإيرانية استهدف حافلة للركاب في منطقة دمت شمال محافظة الضالع هذا وقالت مصادر محلية أن عناصر الميليشيا المتمركزة في جبل التهامي جنوب دمت أطلقت رصاص أسلحتها المتوسطة على حافلة ركاب أثناء مرورها في طريق رئيسي وسط قرية يعيس وكانت في طريقها إلى مدينة دمت هذا وأضافت المصادر أن القصف أسفر عن استشهاد راكب فيما الباقون نجوا بأعجوبة هذا ونفذ عشرات المواطنين من أبناء مدينة تعز وقفة احتجاجية رفضا للنقل السفارة الأمريكية إلى القدس بفلسطين وجاءت الوقفة عقب صلاة التراويح في ساحة الحرية وسط تعز في ليلة أول أيام شهر رمضان المبارك الذي يحل وسط أجواء فرائحية في أوساط المواطنين رغم معاناة الحرب التي يعيشونها ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية شعارات تطالب بإيقاف جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني وتؤكد على أن القدس عاصمة فلسطين ومن مقدسات المسلمين التي لا يتنزلون عنها هذا وتشهد فلسطين مظاهرات كبيرة تندد بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس والتي قبلت بوحشية صهيونية وأيضا سقط على إثرها عشرات الضحايا بين شهيد وجريح من الفلسطينيين إلى ذلك قال وزير الخارجية عبد الملك المخلافي إن افتتاح السفارة الأمريكية بمدينة القدس وقبل ذلك الاعتراف الغير شرعي بالقدس عاصمة لإسرائيل لن يعطل عملية السلام العادل والشامل وحسب بل يضاعف من مشاعر الغضب العربي والإسلامي والمسيحي في المنطقة جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال الاجتماع الطارق لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته غير العادية والذي عقد في القاهرة بناء على طلب السعودية بتنسيق مع فلسطين لبحث تطورات الأوضاع في الأرض الفلسطينية ومواجهة القرار غير القانوني وغير الشرعي الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس والاعتراف بها عاصمة لدولة الاحتلال الذي يعتبر مخالفا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وشدد المخلافي تأكيد الجمهورية اليمنية على الاجتماع العربي باعتبار القدس خطا أحمر وعن تأييدها لمشروع القرار المقدم لهذا الاجتماع الطارق وأيضا تكثيف العمل من أجل اتخاذ إجراءات عملية رادعة لمواجهة أي قرار يعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ويأتي الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب قبيل انطلاق اجتماعهم الطارق لبحث تداعيات أزمة القدس وللنظر في مشروع القرار الذي أعده مجلس الجامعة العربية الأربعاء الماضي على مستوى المندبين الدائمين بشأن خطوات التحرك العربي وذلك للتعامل مع قرارات الولايات المتحدة بشأن القدس وعناصر التعامل العربي السياسية والاقتصادية للتعامل مع تداعيات القرار إضافة إلى مناقشة خطة عمل عربية للتعامل مع العدوان الإسرائيلي المتصاعد ضد الشعب الفلسطيني أصدر رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر أوامر إلى وزارة الداخلية بدمج وتوحيد عمل الأجهزة الأمنية وتفعيل غرفة العمليات المشتركة التي وجه رئيس الجمهورية بإنشائها وذلك لتسهيل تبادل المعلومات بين كافة الأجهزة الأمنية ومنع الجريمة قبل وقوعها وأقل رئيس الوزراء في مذكرة عاجلة وجهها لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أحمد الميسريان الحكومة ستتخذ إجراءات حاسمة لضبط الأمن في عدن والمحافظات القريبة منها وبما يضمن أمن وسلامة واستقرار السكان وبين بن دغر أن توجيهات الرئيس عبد ربو منصور هادي تقضي بسرعة دمج الوحدات الأمنية تحت مظلة وزارة الداخلية ومنع حمل السلاح في جميع مديريات العاصمة المؤقتة عدن وجاءت توجيهات عقب حادثة مقتل عميد كلية العلوم نجاة علي أو عميدة عفل كلية العلوم نجاة علي مقبل وأيضا ونجلها وحفيدتها برصاص مسلح داخل شقتها في حي الماء بشمال عدن وأشدد رئيس الوزراء على سرعة التحقيق معه وتقديمه للمحاكمة بأسرع وقت ممكن وكشف ملابسات الجريمة ومرتكبها وتقديمها للرأي العام ليكون عبرة لمن لا يعتبر بدأت بعدن عملية صرف مرتبات أسر شهداء الحرب لشهر يناير وفبراير للعام المنصرم 2017 وأضح وكيل محافظة عدن لشؤون الشهداء والجرحة علوي ناصر أن لوبا أن عملية الصرف التي تستمر عشرة أيام تأتي تنفيذا ضمن توجيهات رئيس الجمهورية لعدد 5156 شهيد من محافظات عدن ولحق وأبيا والضالع وأشار الوكيل إلى أن عملية الصرف جاءت بعد فرز أوضاع الشهداء من الناحية العسكرية والمدنية وغير الموظفين لتسهيل عملية صرف رواتبهم بشكل مستمر وأكد أيضا أنه سيتم استحداث ملحق يضمن الأسماء التي لم ترفع أو لم ترفع العام الماضي والاهتمام بأوضاعهم مع تزايد معاناة المواطنين جراء حرب الميليشيا على تعز ودخول الحصار على هذه المدينة عامه الرابع تقوم جمعيات ومؤسسات خيرية بتقديم المعونات للمحتاجين في إطار المساعي لتخفيف المعاناة التي تزداد وطأتها في شهر رمضان الذي يختلف عن باقي الشهور من حيث المتطلبات التفاصيل حول ذلك في هذا التقرير فلنتابعا استقبلت تعز رمضان الرابع منذ الانقلاب على الدولة وهي تحت الحصار والقصف الحوثي الذي أثر على الحالة المعيشية للكثير من الأسر غير أن أبناء تعز حملوا هم هذه الأسر مؤسسة معاذ وضمن مشاريعها الرمضانية دشنت أعمالها الخيرية في مدينة تعز والتي تنوعت بين توزيع السنل الغذائية والتمور وتوزيع مياه الشرب طيلة الشهر الفضيل على خمسة عشر منطقة معظمها بالقرب من خطوط النار نقوم اليوم بتدشين مشروع سوقي الماء للمناطق المتضررة والأكثر تضررة من الحرب وأهم هذه المناطق منطقة الزنوق وأبعر العليا وأبعر السفلاء ومنطقة الحوض التي تعاني الأمرين تعاني أمر القصف العشوائي اليومي وأمر محاصرة الناس حتى لا يقدون قطرة ما يشربونها مجموعة تفريج كربا التابعة لدولة الكويت تكفلت بإغاثة مناطق حساسة في مدينة تعز وروت عطش ضمآن في رمضان أنا نازح معانا شحات معانا كهال وإحنا ذا حين تلمذاء أننا نعمل وإننا نخدموه ما كان يحين طلبوا طلاب فرحة في وجوه المستفيدين من مشاريع معاذ التي استهدفت الكثير من الأسر في مدينة تعز ومدتهم بالتمور التي أصبح سعرها يمثل عبئا على كاهل المواطن أنا قلت أستهل المستفيدين وحنا حالتنا يعني ألم بها الله سماسكم والفضلكم إن شاء الله تمام ونريد منكم أن تزودنا بالإغاثة هذه نحنا حالتنا يعني ألم بها ربي إلى الآخر وفي أول يوم من رمضان مدت المؤسسة أكثر من 500 أسرة بالسلال الغذائية التي أحيت أملا في نفوس أسر تركت بعيدة عن أنظار المنظمات الدولية أيام شهر رمضان المبارك نشكر الشعب الماليزي ونشكر أيضا وان لايف على هذه السلة الغذائية المتميزة والتي قاعد لحاجة الناس مد يد العون لاستمرار حياة الأسر التي لا تقدر على توفير أبسط مقاومات الحياة أعاد شيئا من الأمل لدى هذه الأسر الحالمة بعيش كريم تتوالى المشاريع الخيرية لإغاثة المحتاجين بتأزمع حلول شهر رمضان الذي تعيش تفاصيله بعض الأسر المتعففة التي تلجأ إلى صيام كلما كان الوصول إلى رغيف العيش أصعب من أكله عبد العزيزي بحني من شباب تعز ومن تعز إلى الجوف حيث استقبل أبنائها شهر رمضان المبارك بسعادة تغمرهم في ظل الحرب وتأخر المرتبات وارتفاع الأسعار لكن هذه السعادة فقدت حلاوة استقبال هذا الشهر الكريم إلى التفاصيل في التقرير التالي يحل رمضان على أبناء الجوف هذا العام في ظل حرب ضروس تلقي بظلالها على كل شيء إذ يتوافد المواطنون لشراء احتياجاتهم من المواد الغذائية المختلفة استقبالا لشهر رمضان الكريم غير أن ذلك الاستقبال والاحتفاء يبدو منقوصا هذه المرة بسبب تفاقم الأوضاع الاقتصادية التي حالت دون شراء معظم الاحتياجات لهذا العام كنا في الأعوام السابقة نشتري جميع المطلبات رمضان لما هذا العام لا نستطيع نشتري الأشياء الضرورية مع الحروب والغلاء وسببها الحروب والمشاكل ما إن يأتي أول أيام رمضان حتى ترتسم البسمة والفرحة على وجوه المواطنين لكن تأخر المرتبات وارتفاع موجات النزوح إلى المحافظة واقتضادها بالسكان ساهم في إذهاب فرحة استقبال هذا الضيف الكريم نحن في شهر رمضان المبارك لكننا نجد فيه الأسعار الأسعار غالية ندخل للبقالة نشتري حي كنا نشتري من أول يعني أشياء نخرج محملة والآن ندخل بالضلط ما ندري ما نحمل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة شكل عبءا إضافيا على أبناء المحافظة والنازحين فيها في ظل أوضاع معيشية صعبة وفقدان الكثير من المواطنين مصادر أرزاقهم بسبب استمرار الحرب نستقبل رمضان بفرحة وباهجة وسرور لكن غلاء الأسعار توقف المرتبات توقف بعض مصادر الناس يعني كتم الأجواء عند الناس مما ذلك استقبل رمضان بنوع من التكشين بنوع من الزعال بنوع من الإحباط ومع الاحتياج الكبير لدى معظم الأسر في المحافظة يأتي دور المنظمات والجمعيات الخيرية للمساهمة في التخفيف من معاناة الأسر الفقيرة والنازحة وهو الدور الذي يعول عليه الكثير من المواطنين لسيما في توسع دوائر الفاقة واختناق المعيشة على هذا الحال تبدو أجواء رمضان في محافظة الجوف إذ يتسوق الناس لشراء بعض احتياجات هذا الشهر الكريم على الرغم من تدهور الحالة الاقتصادية والمعيشية التي يعيشها المواطنين ماجد عياش من شباب محافظة الجوف إلى هنا نصل وإياكم إلى الختام وإليكم التذكير بأبرز العنوين قوات الجيش تتقدم في حرد ومصر عشرات الحوثيين في معارك وغارات للتحالف وأمطار وسيول غزيرة في المكلة تعرقل حركة المرور والرئاسة والحكومة تواجهان بتشكيل لجان طوارئ لمواجهة الأعصير وأخيرا تظاهر حشد في تعز تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بجرائم الاحتلال في غزة انتهت نشرة الساعة شكرا لطيب المتابعة إلى اللقاء شكرا لطيب المتابعة